هذا النوع من النساء تستطيع جذب كل الرجال إليها صفات المرأة التي لا يستطيع الرجل مكاومتها أهلا بيكو في قناة حقائق ومعلومات لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تدوس لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار بالطبع كل رجل له صفات معينة في الفتاة التي يفضل الارتباط بها ولكن هناك بعض الفتيات التي تجزب انتباه أي رجل نتيجة تصرفاتها البريئة والعفوية فهي لا تتصنع أفعلها في نفس الوقت تبدو أنيكة ولطيفة هناك أنواع من الفتيات تجعل أي رجل يضعف أمامهم وفي الفيديو ده هقولك عشر صفات لهذه المرأة التي لا يستطيع الرجل مكاومتها أولا الأنوسة يحب الرجل أنوسة المرأة فهو يحب الزوجة الناعمة والحساسة التي تعتني به وتجذبه بدلعها بحكم الطبيعة القاسية لحياة الرجل يحب أن يرى أمامه زوجة مثل وردة في حنانها وحرير في نعومتها وكطفل في براءتها لموازنة كوه والابتعاد عن قصود حياته لينعم بنعمة شريكتهم وأن تكون المرأة حنونة وناعمة وهادئة تنال قلب زوجها وحنانه فكلما زاد إحساس الرجال بحنان المرأة تعلق بها واقترب منها ثانيا الفتان رومانسية في الغالب تجذب الفتان رومانسية الرجل فتجد لدى الفتان رومانسية الحب والحنان والعطف كما أن حبها للحب وتقديرها للمشاعر الجميلة والشغف والشوق غالبا ما يكسر الملل في الحياة الزوجية كما أن عطفه يمده بالأمان والدفء الذي يحتاج إليه تماما كما يحتاج إليه الطفل الصغير فالرجل مع هذا النوع من النساء يشعر بأن زوجته ملجأه الوحيد في الدنيا ثالثا الصدك الصدك سما يمكن أن تبكى معك طوال حياتك ويفضل الرجال النساء الصادقات والجديرات بالثقة يظهر الصدك أنه يمكنك أن تكون على طبيعتك وأنك فخورة بما أنت عليه فهم يحبون النساء الصريحات ولا ينخرطن في غموط سلوكي أو لفظي رابعا الاهتمام بتفاصيل المرأة ليس الجمال فقط ينجذب الرجال إلى النساء التي تهتم بكل تفاصيل مظهرهم ليس فقط الملابس التي يرتدونها والمكياج ولكن كل التفاصيل الأخرى بدءا من نظافة الفم الجيدة والرائحة الناعمة والحساسة والرائحة الغير مبالغ فيها ويلاحظ الرجل كل شيء في التفاصيل الصغيرة ويقدر المرأة التي تهتم بتفاصيل مظهرها من الداخل والخارج خامسا المرأة المرحة التي لديها روح الدعابة ينجذب الرجل إلى المرأة المرحة التي تبتسم وتقبل الدعابة وتضحك من قلبها وتتحول إلى شخص سعيد بشكل عام ولا يحب تلك المرأة التي تضحك كثيرا بطريقة مبالغ فيها وفي نفس الوقت لا يحب أن تكون جدة كثيرا أو لا يتمتع بروح الدعابة لأنه يحبها أن تتفاعل مع الدعابة سريعا وتفهم النقطة وتعلق عليها سادسا المرأة الواثقة من نفسها يفضل الرجل المرأة التي تتمتع بثقة عالية بالنفس لأنه يبحث دائما عن امرأة يمكنه الاعتماد عليها في مختلف أمور الحياة ويمكن الوسوك بها لحماية أطفاله ومنزله والمرأة التي توفر له الدعم في أصعب الأوقات لذلك يجب أن تكون المرأة على ثقة تامة بنفسها وهذا واضح حتى في اختيار نوع الفستان وطريقة المشي وإسلوب الكلام يحب الرجل المرأة التي تستمع إليه وتستمع الحديثه جيدا فينبغي أن تستمع إليه وتساعده في إيجاد حلول لأي مشاكل يواجهها حتى يشعر دائما باهتمامك به وعندما يتحدث لا تتحدث للآخرين لأن هذا أمر يضايقه كثيرا وقد يشعر بسخرية منك ومن كلماته سامنا الإعجاب والاهتمام بالرجل من أكثر السمات التي تجذب الرجل للمرأة اهتمامها به وإبداء إعجابها به وبمظهره الخارجي من وقت لآخر يجب أن تظهري إعجابك بملابسه وبشعره وبعتره وبطريقة حديثه تاسعنا المرأة الزكية زكاء المرأة هو عندما تتحدث بشكل احترافي عن كل أمور الحياة وقدرتها على إيجاد حلول سريعة لمشاكل مختلفة ولديها خلفية ثقافية واسعة تتميز المرأة الزكية بالحكمة وتتجنب المرأة الزكية السرسرة وكسر تلكيلة والقال فالرجال يفضلون الزكاء عن الجمال في معظم الأحيان عشرا أهم صفة الإحترام والأخلاق يحب الرجل المرأة المحترمة ويظهر هذا الإحترام من خلال معاملاتها مع الآخرين سواء في المعاملات الاجتماعية أو زملائها في العمل يحب الرجل المرأة التي تحترم نفسها لا يحب الرجال المرأة السهلة التي يمكنها بسهولة تسليم نفسها للرجل والمعروف أن الرجل يحب ويستمتع باتباع المرأة الصعبة التي تحترم نفسها وتفرد احترامها على الآخرين بل إنه يفضل أن تطلب منه احترامها لأنها ليست شيئا لا كيمة له بل هي شخص يحتاج إلى رجل يحترمها كثيرا هذا النوع من النساء هو الذي يمكن أن يقع في حب الرجال أيضا المرأة المحترمة تجعل الرجل يسج بها كثيرا فيتمناها أم لأبنائه ويعتقد الرجال أنها ستصونه وتصون المنزل في الفيديو ده قلت نوع النساء التي تستطيع جذب كل الرجال إليها وعشر صفات للمرأة التي لا يستطيع الرجل مكومتها ياريت لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان نوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار السلام واشوفكم في فيديو جديد